جاف مغبر ضبابي اقتصاد العراق يترنح بفعل أمواج التخبط وضعف التخطيط فتدفل أزمات تتابعا أولها وأقدمها ريعية الاقتصاد باعتماد شبه كامل على النفط الذي تتذبذب أسعاره مؤخرا بفعل أزمات المنطقة الأمنية وتخفيض طوعية أجبر العراق على الوصول إلى 3.85 مليون برميل بعد أن كان قد وصل إلى 4.25 مليون برميل في تموز الماضي بحسب وكالة رويترز وربما ينخفض حتى 3.3 مليون برميل برؤية المراقبين حصة غير مرضية ولا مشبعة للعراق فالرقم المدون في الموازنة يصل إلى 3.5 مليون برميل وهو ما يضع العراق في حرج تقلبات القرارات وانعكاساتها على النفط لا تحمل موازنة الغائبة خلف جداول أدخلت بيتاء التنفيذ والتشريع في جدل لم يحسم وما بينهما إضافات تقدر بـ 15 تريليون دينار ربما ستحسم عند المحكمة الاتحادية التي قد تنهي هذه الأزمة وإن انتهت ستبقى أزمة الرواتب وخاصة ما يتعلق بالإقليم التي تبتعد عن حسابات الاقتصاد وتتجه نحو أسهم السياسة المتأرجحة وهناك النمو المهول في النفقات العامة التي ارتفعت إلى 41% خلال النصف الأول من هذا العام إذ ما قرنت بالعام المنصرم فارتفع العجز إلى 8 تريليون في ذات الفترة الزمنية بفعل توجه الحكومة نحو فخاخ الاقتراض الذي أوصل حجم الدين الداخلي لقرابة 86 تريليون دينار وهو رقم كبير يعقص تخبط السياسة الاقتصادية أما الدولار فهو حمل اقتصادي آخر على عاتق الحكومة التي تعجز عن ضبطه فرغم كل الإجراءات ما زال السعر الموازي يحلق بعيدا عن الرسمية وقد تنحصر الفجوة قليلا أن انتهى اجتماع البنك المركزي مع الفيدرالي الأمريكي والخزانة إيجابيا وتعود المصارف المعاقبة للعمل وإن كان بشكل تدريجي الاقتصاد العراقي اليوم بين خطط أوبك وهيمنة السياسة وتحديات الداخل التي تعيق التطور وتزيد الفقر وتضع نقطة سوداء في لوحة الحكومة ومستقبلها التنموية ضحى أمبر الرشيد